مش تغري بعد الانتخابات الرئاسية بلشت عملية الاقصاء لمكونات أساسية بالبلد وخلينا نتذكر أنه أنا هنا ما عمدفع عن أي فريق كان في محاولة اقصاء للقوات اللبنانية بعد انتخابات العام 2018 كان في تحجيم حقيقي لدور سعد الحريري كرئيس حكومي في تشكيل الحكومة وكان يقال أنه هذا عهد الرئيس ميشيل عون هو اللي بيحكم كان فيه كلام كتير واضح أنه ما أخذ من رئيس الجمهورية بالطائف سيعيد انتاجه الرئيس ميشيل عون بالممارسة الوزير سليم الجريسات اللي بنحترمه اللي كان هلأ هم يشارك بالمداخلة هو كان سبب أساسي بما وصل إليه عهد الرئيس ميشيل عون من خلال الاستشارات القانونية والدستورية اللي كان يطلع مش هو اللي عمل استشارة أنه طلب أرسل كتاب للمجلس النيابي ليسحب التكليف عن الرئيس سعد الحريري عندما كلف برئاسة الحكومة وجرى تعطيل تشكيل الحكومة لأكثر من تسعة تشهر ونصف يمكن هو بيعمل الدراسة ولكن الفكرة مش هو يمكن أنه عفواً هذا الحكم مش عبارة عن رئيس وفيه فريق عمل موجود حده وإما هذا الفريق يتحمل مسؤولية ما حصل من فشل لعهد الرئيس ميشيل عون وإما هذا الرئيس اللي انتخب غير مؤهل أو لا ملك الأهلية للحكم وبالتالي نحن كنا أمام مرحلة من الانتقام وليس مرحلة من الحكم للبلد كنا أمام فريق سلطة وفريق متصلت يريد أن يتحكم بالبلد بكل المقاييس نتذكر أنا وياك يا رواندو حضرتك كنت صحفية وعلى أرض وتنزل يتحضر جلسات مجلس الوزراء بتتذكري كم مرة الرئيس سعد الحرير يبقى إلى جلسة لمجلس الوزراء يكون في مجلس وزراء مصغر بوزارة الخارجية لما كان جبران باسيل وزير خارجي وعط الجلسات مجلس الوزراء تتذكري حضرتك مين اللي عطى المؤتمر سادر واللي تباهى بهذا الموضوع مش الوزير جبران باسيل اللي رفض أن يكون فيه هيئة نظمة للكهرباء هيئة نظمة للاتصالات طلب إعادة النظر بكل الاتفاقات اللي كان لبنان عملها مع المجتمع الدولي مشان أنه ينعم البلد ب12 مليار دولار قدر سعد الحرير بسبب علاقاته الإقليمية والدولية أنه يقدر ينجزل البلد مين اللي فشل هذا العهد؟ بيتذكر هذا الفريق أنه موازني ظلت تندرس سبعة الشهر ولم تقر وآخر شيء أكبر إنجاز عمله أنه هن قدموا طروحات تبين أنه وصلت البلد للإنهيار وشفنا أول إنجاز عمله بحكومة الرئيس حسان دياب هذا الفريق اللي تباهى أنه هن أهم إنجاز عمله هو وضع لبنان بعزلة دولية بعد موقف دفع سندات اليوروبوند وأعلنت أفلس الدول اللبنانية وبات لبنان أمام حصار مالي وصلنا للإنهيار الاقتصادي أنا متأسف كمان أيضاً بيتذكروا أنه كيف تعاملوا مع رئيس حكومة بيبعتولوا عبر الدراج إلى النائب سعد الحريري الخطاب إلى النائب سعد الحريري هذا خطاب سلطة وشراكة بريدوا أنه هلأ هذا بتصدق أنا ما احترامي لأله بتصدق أنه هذا الفريق ممكن يرجع تعملي معه شراكة بالبلد أنا أستبعد لأنه لأنه هذا اللي عقليته أسسه من 88 لو وصل لهون لا يمكن يكون أنه عنده عقلية لبناء الدولة هذا عقلية أنا أو لأحد ما بتبني دولة بس أنا كمان يجدر الإشارة أنه حتى الوزير الجريساتي قال أنه أنا لا أنتمي إلى التيار الوطني الحر ولا عندي يعني أي بطاقة حزبية أو انتساب للتيار الوطني الحر يعني هيدا التيار الوطني الحر هو من يحمل مسئولية هذا الموضوع وليس الوزير سليم جريساتي على الرغم من أنه كان داخل هذا العهد ومنخرت للعظم مثل ما بيقولوا بهذا العهد ما كان عفوا بلعط عن حديثك ما كان يحضر اجتماعات تكتل لبنان الأول أولا حضرتك بتعرفي ولا لا كان يحضرها ولا لا نعم كان المستشار القانوني الأول للوزير جبران بسير وكان منه ضمن وزراء التيار الوطني ما كان وزير من وزراء التيار الوطني الحر نعم ومن وزراء رئيس الجمهورية استاذ يوسف هل التيار الوطني الحر لوحده بيتحمل نكيجة المسئولية المسئولية الكبرى يتحمل مش لوحده طبعا لو لم يكن هناك مثل ما تفضلت وقلت له بالسؤال لو لم يكن هناك القوة القاهرة اللي بيمثلها حزب الله واللي غطت جبران بسير والرئيس ميشيل عون بكل هذه المحطات ما قدر كان ينجح بتعطيل حكومة لو كان هذا الفريق تيار الوطني الحر وحلفاء وحزب الله وحلفاء لو كان عندهم إرادة حقيقية لبناء دولة صدقيني كانوا بيقدروا يعملوا شيء بس هيدا الفريق عفوا كان عنده مسلمة أساسية أنه نحن فينا نفكك هذه الدولة ونرجع نبنيها مثل ما بدنا للأسف الشديد فكت البلد وانهار البلد ونزل على رؤوس الجميع وهندي اليوم هلأ بيمارسوا التقية وكأن هندي كانوا موجودين بالمعارضة من التسعة واثمينين لهلأ انت يسألين هلأ على الأدبيات السياسية اللي بيحكوا فيها يقولولك الحكومات اللي مارست السلطة بالبلد من التلاتة وتسعين حتى الآن ما بيتحدثوا قبل التلاتة وتسعين ما بيتحدثوا عن حرب الإلغاء كيف دمرت بالبلد عن حرب التحرير شو دمرت بالبلد قديش لبناء الخسر من مقوماته وقدراته الشبابية والكفاءات والقدرات والاقتصاد لحتى قدر لبنان عمر ما تهدب بحرب الإلغاء وحرب التحرير إجا رفيق الحريري اللي يحارب أنه هو قدر يعمر بالبلد وقدر يبني البلد وكل المغبقات اليوم يسألون بأدبيتهم السياسية بيزدوعة الحريرية السياسية طب